سيد الرئيس محمد مبديع باسم الفريق الحركي بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس في البداية سيد الرئيس بيتم شكر للسيدات والسادة النواب أغلب يوم معرضة ورؤساء اللجان عداء الحكومة الموظفين كل الناس اللي خدموا في الليل وفي النهار في ظروف صعبة باش ينتجوا هذا المشروع المفصل الهام فأشكرهم جميعاً وكنتمنى أن السيد الرئيس راجعوا هذه القوانين المؤطرة لهذه العملية هذه لا في النقاش ولا في المنهجية لماذا لا نبدأ النقاش في قانون المالية في شهر ستة ولا شهر سبعة ولا في مي ونكون وعدنا الوقت وعدنا التساع بشأن نتجوا المشروع تكون في المستوى اللحظة المفصلية التي كره النوع لها المغرب كامل كمستقل الأغلبية أقول أن الأغلبية متراصة ويعني متضامنة ومتعذرة وكل شيء بخير وعلى خير لنا هدف واحد وسنستمر في العمل إن شاء الله حتى نهاية هذه الولايات وسنكون عدى حسن إبضان إن شاء الله سيدات أستاذ النواب المحترم سيد رئيس المحترم يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفارق الحركي لمناقشة مشروع قانون المالية 2019 هذا المشروع الذي يأتي في لحظة مفصلية وفارقة وفي سياق خاص تطبعه الانتظارات والتطلعات الواسعة لفئات عديدة من الشعب المغربي التي تلقي بتقلها وتلقي بدلالها وتحمل هذا المشروع مسؤولية التقاطها والتعاطي معها في شكل تدابير وإجراءات فعلية وملموسة يسمحوا لحضرات سيدات والسادة أن أؤكد في البداية أن مقاربتنا لهذا المشروع تنطلق من مرجعات الفكر الحركي النابعي من مدرسة سياسية عنوان والحركة الشعبية حزب من المغرب العميق ومن طين هذا البلد العظيم حركة من أجل وطن مستعدة برجالاتها ونسائها أن تموت من أجل الوطن ولكن لن نقبل أبداً أن يموت الوطن من أجلها ولا من أجل غيرها مناهدة على الدوام كل الأفكار الهدامة وزارع قنابل الفتنة وبارود الكراهية والتطرف والتعصب حركة مقاومة لكل الذين يتاجرون بمستقبل وطنين آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع من أجل مواقع عابرة وامتيازات زائلة حركيون كنا وسنظل منصتين لنبض الشعب الذي يريد الحلول وليس التحاليل مصطفين إلى جانب كل الذين يناضلون بدوتهم وليس من أجلها مؤمنين غاية الإيمان أن الرابح في السياسة هو من بصم وعي الشعب وليس من يستغل خيراته حركتنا أيها السادة عنوان للتوازن عنوان للوفاء والإخلاص لالتزاماتنا المبدئية لم نتعلم أن نضع رجلا هنا ورجلا هناك ولا تستهوين المواقف الملونة جاعلين المغرب فوق وقبل الحزبية الضيقة مستحضرنا دوما قولة يوغورطة قد لا نصل المقاليد الحكم ونربح شيئا ولكن سنخلد أسماءنا في سجل بنات هذا الوطن السيد رئيس المحترم تشكل مناقشة مشروع قانون المالية حدثا ديمقراطيا مهما وفرصة سنوية لمناقشة وتقييم مختلف الإستراتيجيات والمشاريع العمومية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعي والحقوقية وأثر ذلك على المواطنين بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة كما تمكن من الوقوف على مدى تنزيل الالتزامات البرنامج الحكومي والتقدم في البرمجة المالية المرتبطة بأولوياته وإجراءاته فمناقشة قانون المالية ليست مناقشة ميزانية رقمية جامدة بل مناقشة أفكار وتصورات وخيارات تكمن خلف تلك الأرقام إننا في الفريق الحرك نقدر المجهود الذي بددته الحكومة في إعداد هذا المسروع الذي لا يخفى على أحد سياقه والإكراهات التي تطوقه فعلى المستوى الإقليمي والدولي يأتي هذا المسروع في ضرفية دولية تتسم بها شاشة التوازنات الجيوستراتيجي القائمة القائمة في مناطق إنتاج البترول مما ينذر بأزمة نفطية واسعة يواكبها ارتفاع أسعار النفط وهنا ندعوكم سيد الوزير إلى إبداع حلول كفيلة بمواجهة هذا الخطر المحدق بالسوق الداخلي وبتنافسية المقاولات الوطنية وبالقدرة الشرائية من خلال التعجيل بتدابير استباقية تجنب بلادنا صدمة طاقية لا قدر الله السيد الرئيس على المستوى الداخلي عرفت الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مجموعة من التفاعلات تجلت في الاحتجاجات الاجتماعية العفوية بعدة مدن من المملكة وبالعديد من مظاهر الاحتقال الاجتماعي فقط في الأسابيع الأخيرة كانت هناك اضطرابات للشاحنات شلت الحركة الاقتصادية واستقالات جماعية لمجموعة من الأطباء وعودة ظاهرة الهجرة الغير الشرعية وآخرها ما وقع في بداية هذا الأسبوع بالعاصمة من خلال المظاهرات التلاميذية التي طالبت بإلغاء الساعة المضافة في هذا الصدد فإننا في الفريق الحرك إذ نطالب بضرورة التعاطي المنصف والمتوازن مع هذه الاحتجاجات وفق مقاربة تراعي الحقوق والواجبات فإننا نطالب الحكومة بالإنصات والتفاعل الاستباق والسريع وعدم ترك الحبل على الغارب وإطفاء كل شرارة في مهدها تفادياً لكل انفلات غير مرهوب لا سيما حينما تصل الأمور إلى حد استهداف رموز المملكة أسيد رئيس إن هذا الصياق يدعون إلى وقفة لاستخلاص الدروس والعبر وتدسين مجهودات استثنائية لتدارك العزي المتراكم المفضي إلى هذه الضواهر المجتمعية وقد سبق لفريقنا مراراً وتكراراً التنبيه على أن لا يكون المجهود المتعلق بإعادة التوازن المالي على حساب البعد الاجتماعي فالبعد المالي فالعجز المالي يمكن تداركه في سنة أو سنوات لاحقة ولكن العجز الاجتماعي قد يكون أحياناً من المستحيل لتداركه السيد رئيس المحترم حضر السيدات والسادة لقد تميز الأسبوع الذي ودعناه باحتفال الشعب المغربي بالذكرى تاربعين للمساعدة الخضراء التي شكلت مرحلة فاصلة في النضال المتواصل من أجل استكمال الوحدة الترابية للبلاد وهي مناسبة سالحة للإشادة بالخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملكي للأمة هذا الخطاب الذي أماط اللتامة عن واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي في تناقض صارخ وغير معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصل الأخوة ووحدة الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك داعنا الشقيقة الجزائر إلى التقاط الرسالة الملكية السامية اللامية إلى تتمين العلاقات المشتركة وخلق إطار عملي للتعاون بخصوص مختلف القضايا التنائية حضرات سيدات السادة نسجل باعتزاز كبير منسوب التقى التي يحظى بها المغرب على المستوى الخارجي بفضل الدبلوماسية الحكيمة لجلالة الملك وهو من عكس إجاباً على قضيتنا الوطنية الأولى ونغتنم هذه المناسبة لنؤكد على الحكومة مواصلة بدل المجهودات وتعبئة الإمكانيات للسير قدماً في بلورة النموذج التنموي الجديد لأقاليم الجنوبية بما يضمن تطورها وازدهارها كما نستغل هذه اللحظة الدستورية لتقديم تحية إكبار وتقدير ووفاء لقواتنا الملكية وكل المرابطين على التغور ولقوات الضرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وكل المسؤولين والعاملين بالإدارة الترابية الذين يصهرون بكل تفاني ويقضى على أمن البلاد والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله السيد الرئيس المحترم السيد الوزير الوحيد حضرات السيدات والسادة إن المشاكل معروفة والأولويات واضحة ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات بل هناك تضخم في هذا المجال كما قال جلالة الملك اليوم نريد وقفة للتأمل بكل موضوعية وبالوضوح المسفوع بالطموح واللغبة في الارتقاء إلى الأفضل وتسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق بل باعتماد حلول مبتكرة وشجع ولنا أن نستطمر حضرات السيدات والسادة مثل هذه اللحظة الدستورية لإعادة التقاء إلى المواطنين الذين بلغ بهم اليأس وعدم الرضا حد الاحتقان وتبخيس المؤسسات فالمغاربة مستعدون لتحمل تكلفة الإصلاح مهما كانت مرتفعة إذا رأوا أن فاطورة الإصلاح يدفع والجميع دون تمييز ومن شأنها تصحيح الاختلالات وبلوغ أهدافها وغياتها النبيلة فكلفة الإصلاح ينبغي أن تكون مشتركة ولا يتحملها الفقراء لوحدهم السيد الرئيس حضرات السيدة والسادة لا بد أن نستحضر في هذا الصدر مدى قدرتنا على وقدرة الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والإدارة والمؤسسات بالقيام بأدوارها في تأثير المواطنين والقيام بالوساطة المؤسساتية بين الشعب ومؤسساته وهي مناسبة نتمل من خلالها دعوة جلالة الملك في خطابه الأخيرة إلى الرفع من الدعم المخصص للأحزاب من أجل استقطاع بنخب جديدة وتابئة الشباب للانخراط في العمل السياسي مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال الحكامة الحزبية الجيدة والرفع من منسوب الديمقراطية الداخلية السيد رئيس المحترم حضرات سيدة السادة نحن واعون بأن الاقتصاد الوطني يعرف عدة إقراهات سينتج عنها تزايد حاجيات تمويل الخزينة برسم 2019 بما يفوق سباش الماليادرهم وهو ما يتطلب توفير موارد إضافية من أجل التحكم في مستوى عزي الميزانية إن هذه الوضعيات تطرح مجموعة من الملاحظات والتساؤلات الملحة والآنية أولاً كيف يمكن تتبيت واستدامة التوازنات المكرو اقتصادية أمام تراجع الموارد وارتفاع حجم النفقات وبالتالي ارتفاع عزي الميزانية ثانياً كيف يمكن الحفاظ على هذه التوازنات أمام انخفاض المداخل 1.3% مقارنة مع سنة 2017 وطارج عصاف الاستثمارات الأجلبية المباشرة بالمغرب وانخفاض المداخل غير جبائية بالإضافة إلى تراجع عصاف الاحتياطات الدولية لبنك المغرب في حين شهدت النفقات تسارعاً مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لعزي الميزانية ثالثاً كيف يمكن الحفاظ على هذه التوازنات أمام تقل المديونية وضغط الأوراث الاجتماعية وتراجع الموارد الضريبية والتفاع الدين العمومي نؤكد سيد الوزير المحترم في الفريق الحركي أن النموذج التنموي المرتقب الذي دعا صاحب الجلال إلى بلورته لا بد أن يستحضر هذه الإكرهات ويجيب على التحديات المطروحة فلا بد من البحث والابتكار في هوامش ميزانياتي بإمكانها تعزيز موارد الدولة من خلال إصلاح المنظومة الضريبية للرفع من مرضوديتها وتوسيع وعائها وإدماج القطاع الغير مهيكل بالإضافة إلى إصلاح الجباية المحلية ارتباطاً بالموضوع ندعو إلى عدم الانجرار المفرط ورأى تغذية العز بالقرود التي قد توصل بلادنا إلى مرحلة الخطر وتطوّق الأجيال اللاحقة وهنا نحيلكم إلى تقرير المجلس الأعلى لحسابات الذي أكد بأن تقليص نسبة المديون الذي رسمت الحكومة إلى 60% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 سيكون صعبة وبعيدة المنال لا بد كذلك من انخراط كل المؤسسات العمومية وشبه العمومية في تنزيل الرؤية الاجتماعية من خلال جعلها مقاولات مواطنة تعانق هموم الوطن والمواطنين وفدات السيار فالأبناك مطالبة بدورها ألا تضل برسة لمراكمة الأرباح دون الانخراط في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حضرات السيدات والسادة إن هدفا تقليص الفوارق الاجتماعي والمجالية الذي يرمه هذا المشروع ضمن أولويته يعتبر في الحقيقة إشكالاً بنيوياً وهيكلياً ولكنه ليس قدراً محتوماً يمكن التطبيع مع ديمومته فكل الجهات متساوية في القوانين وفي سلوط الاستثمار والضرائب لكن بعض الجهات تعاني من عدم الإنصاف لأنها تفتقر إلى تأهيل الضروري المشجع على استقطاب الاستثمار وفي هذا الإطار نتطلع إلى إصلاح سريع لتطوير منظومة مراكز الاستثمار الجهوية ودعم صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات والتفعيل السريع للجهوية وتسريع لا تمركز وإطلاق مخططات التنمية الجهوية فحال ينسي الوزير المحترم حضرة السيدة والسادة تعتبر أربع جهات فقط من ديمون 12 جهة مصدرة لأزيد من 60% من الناتج داخلي الخام وبالتالي فإن المجهود يجب أن ينصب نحو تقلس هذه الفوارق وتفعيل الآليات الدستورية المرتبطة بذلك وفي صدارتها صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات بمنظور الإنصاف المجالي قبل العدالة المجالية وهو ما يتطلب مراجعة معايير تحديد ميزانيات الجهات المجحفة في حق جهات جعلتها سياسة التمركز خارج ركب التنمية على مدى عقود سيد رئيس محترم سيد وزير حضرات سيدة والسادة العالم القروي والمناطق الجبلية تمثل التجديد الصارخ للتفاوتات المجالية والاجتماعية فعلى الرغم من بعض المجهودات المبدولة لجبر الضرر والمصالحة مع هذا المجال فإن الطابع الهيكل للمعاناة والتهميش والإقصاء الممتدة عبر عقود خلت لم يتح إلا هوامش الضيقة ومحدودة للجواب على أسئلة القرية والجبل المتعددة والمتراكمة وفي هذا الصدد فإن فريقنا ما فتع يدعو إلى مخطط خاص للنهوض بالعالم القروي والجبل على غرار مخطط مرشال مخطط يحوله من بؤرة المعاناة والإشكالات إلى فضاء جداب منتج للتروة وعليه ندعو الحكومة إلى تنزيل التوصيات التي جاءت في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعنون بعالم قروي متير للمخاوف كما نستحضر في هذا الإطار ما زع في خطاب جلالة الملك أمام البرلمان بمناسبة افتتاح هذه السنة الشرعية حيث أكد على تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل وخاصة الشباب القروي بغاية بطاق طبقة وسط فلاحية كما نشدد على ضرورة إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود وهو المشروع الذي أعده حزبنا منذ حكومة التنوب التوافقي ولا زال في رفوف الإدارة سيد رئيس حضرات سيدات والسادة حدد هذا المشروع ضمن أولوياته دعم القطاعات الاجتماعية وخاصة بها التعليم والصحة والتشغيل في هذا الإطار لا حاجة إلا التذكير بأن أحد نقاط الضعف المتكررة التي تحول دون ارتقاء المغرب في ترتيب التقارير الدولية ما ردها إلى عدة عوامل منها ضعف التعليم والتكوين المهني والبحث والتطوير مما يدعو إلى طرح علامة استفهام كبيرة حول أسباب التردي التي تعرف هذه المنظومة على الرغم من كون المغرب يعتبر من بين الدول أكثر إنفاقاً على التعليم بالمقارنة مع الدول ذات الدخل المشابه فنسبة 5% من الناتج الداخلي تصرف على التعليم ما يوازي 20% من نفقات الدولة كمعدل سنوي نحن لا نقول في الفريق الحركي بأن هذه الكلفة باهدة إذا طرحنا الجزء الثاني من المعادلة ويتعلق الأمر بكلفة الجهل التي تعتبر أغلى وأكثر قساوة وتأثيراً على البلاد وبالتالي فإن الإنفاق بدون تغيير في المنظومة قد يكون لا جدوى منه أملنا حضرة سيدة السادة أن تكون استراتيجة الإصلاح التي بشرت برعاية ملكية سامية إداناً بفتح أبواب جديدة للأمل في أن يكون تعليمنا في مستوى الرهانات والتحديات والانتظارات المرتقبة في الضل عالم تنافسي وفي الضل تحديات وطنية لا يمكن رفعها إلا من قبل رأس ماله البشر الذي يعتبر أهم طروة في البلاد سيد رئيس المحترم حضرات سيدة السادة على الرغم من المجهودات التي بدلت في مجال الصحة فإن هذا القطاع يعاني من علة مزمنة تحتاج لعملية جراحية قيصرية لاجتتات ورمي الاختلال والتردي هذه حقيقة لا تحتاج إلى تقارير لتشخصها بل إن واقع الأمور المتمثل في المعاناة اليومية للمواطنين تكشف أوجه التردي التي وصل إليه القطاع فالمواعد تتجاوز أحياناً عشرة أشهر في بعض التخصصات حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات وما نعيشه مع المواطنين في دوائرنا وأقسام المستعجلات ليس فيها من الاستعجال إلا الإسم وآليات الفحص والسكانير إن كانت موجودة فإنها معطلة أو شبه معطلة على الدوام ناهيك عن البنيات الصحية في العالم القروي فهناك بنايات مراكز صحية ودور للولادة بنايات مغلقة في عدة مراكز قروية ومناطق جبلية لعدم توفر العنصر البشري والتجهيزات والأدوية وفي هذا الصدر نقترح في الطريق الحركي وضع نظام خاص للأطباء على غرار ما هو معمول به في إسبانيا في إسبانيا مثلا لا يوجد فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام لا يوجد قطاع خاص والقطاع عام في الصحة نحن لدينا قطاع عام وقطاع خاص يصعب على طبيب ويشتغل في القطاع العام هو 8000 درهم ويشتغل فيه الوصف عند الزائل بيضاء والأخر يشتغل مثلا في قيد من صالح هذا 10800 درهم وهذا 200000 درهم هذا صعب هذا يصعب لأنه يوجد 200 ألف درهم أو الضربية لأنه يوجد المصحات ويوجد في أن تعمل هذا لا يمكن هذا هو الاختلال الذي يقع فهذا يصبره أن الناس يعملوا في المدين البعيدة على المراكي الصحية الكبرى وقع هذا الخلال يجب أن نعاود المقاربة والمنظومة ويجب أن نزيد الفلوس خاصة مقاربة جديدة لقطاع الصحة لأنه يوجد خصوصياته أما بخصوص الرميد فرغم المجهود المبدول في هذا الصدد فإن مفعول هذه البطاقة يبقى جد محدود وهو ما يجعلنا في الفريق الحركي نجدد الدعوة إلى جعلها مثل بطاقة التعريف الوطنية تسمح بالعلاج لكل مواطن في كل جهة المملكة واقع البطالة يسائلنا ويختبر جرأتنا وذكاءنا جميعا وخاصة الحكومة والقطاع الخاص لتقلص حدتها فحسب الأرقام الرسمية فإن معدل هذه الآفة تفع إلى أكثر من 10% وفاق مخزون العاطلين أكثر من مليون عاطل بدون شغل في شبابهم وبدون تقاعد في شيخوختهم منهم تسعود سبعين فلم من حامل الشهادات الذين يعانون من بطالة طاولة الأمل كما أن ثلاثة من ربعان لم يسبق لهم أن عملوا من قبل هذه معضلة حقيقية تبين بأن كل المخططات الصابقة التي تشغيل يجب مراجعتها إذ لم أقول كانت فاشلة إن الأمر له علاقة بمنظومة التوجيه ومسارة المهن الجديدة في إقطاع التعليم وبدينامية الاقتصاد وعالم المقاولة ومعدل النمو من جات أخرى فقط الكليات والمدارس العليا ومراكز التكوين كنتنتج كل عام 250 ألف ألف ديبرومي 120 ألف 120 في التكوين المهني و130 في المدارس التقنية 250 ألف 80 ألف فقط لكي تلقى سوق الشغل كي تلقى المناصب ومنها 50 ألف لكي تبقى مستمر لو 30 ألف تتم تخلص منها أثناء فترة التداريب بحيث ننتج 200 ألف عاطل كل سنة كي تزاد على 200 ألف ديبرومي و200 ألف ديبرومي هذه إحصاءات جابتنا للحكومة هذا واقع خاصنا نلقاولو كيفاش نعالجوه بجرأة وبصدق حضرات سيدات والسادة فيما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95% من النشيج المقاولات نؤكد في الفرق الحركي على ضرورة تمكينها من آليات ضمان التمويل وتسير الولوج للعقار وتبسيط مساطره متمينين تنصيص المشروع على استفادة المقاولات المغربية من مراجعة جدول الضريبة على الشركات نحو الانخفاض وإلغاء الديون غير مستخلصة الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة سيد رئيس إن النهوض بالجانب الاجتماعي يستدعي حتماً إطلاق عملية هيكلية شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية كما أن القطاع الخاص بدوره مدعو للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص وفق آليات على الحكومة إرصائها كما دعا إلى ذلك جلال التملك والواقع فالحماية الاجتماعية رديف للتقة والإيمان بإمكانيتنا البشرية وبالتالي فإننا مدعوون جميعا إلى ربط الجصور مع كل الفئات والطبقات والأجيال والأنواع الاجتماعية فالمغرب محتاج لنسائه وأطفاله وشبابه الذين لا ترضينا وضعيتهم ولا ترضيهم كما أن الحكومة مطالبة أن تضعى في صلب اهتمامها الطبقة الهشة والطبقة المتوسطة ومغاربة العالم ودوي الاحتياجات الخاصة سيد رئيس إن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه كما أكد على ذلك جلالة الملك وبالتالي يتعين احتماده بشكل دائم وممأسس وغير منقطع إلا أننا نسجل مع الأسف عدم وجود البواد الإيجابية لإنجاح هذا الحوار في الأفق المنظور داعنا الحكومة إلى عدم التركيز في الحوار الاجتماعي على القطاع العام فقط رغم أهميته وأن يشمل الحوار حتى القطاع الخاص مما سيرفع من القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المغاربة حوار نريده مجتمعيا وليس اجتماعيا بصيغة التقليدية المتجاوزة أماما بتاقي حساسيات جديدة في المجتمع لأن النقابات لا تتمثل شقا على المغاربة كاملين تتمثل واحد طرف منظر ولكن القطاع الخاص والغير مهيكال والقابلات والناس التي يعزلها والناس في الشارع والناس في الميهة الحضلة غير ممثلين طرف النقابات لهذا نريده حوارا مجتمعيا وليس حوار اجتماعيا بالمناسبة نتمن الحوار الذي أجره السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمختلف مشاربهم بمجلس النواب مع المكفوفين وضعاف البصر المعطلين الذي أفضى إلى فك اعتصامهم مسجلين التفاعل الإيجابي للحكومة مع تعديل المشترك للفرق النيابية يقضي بتنظيم مباريات موحدة سيد رئيس لبلوغ كل هذه الغاية النبيلة لا بد أن ننتبه بالأساس الرأسمال لا مدي في طالعاته الرأسمال البشري ورأسمال الاجتماعي والاهتمام بالمؤسسات بالإضافة إلى المكون التقافي والهوياتي في إطار سياسة لغوية وطنية مندمجة تترجم مضامين الفصل الخامس من الدستور بإنصاف الأمازيغية ومدخل ذلك هو إخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة وفق مبادئ لا رجعة فيها وهي التعميم والتوحيد والإجبارية ولا بديل عن حرف التفناخ فلا بد من سياسة عمومية اللغوية تجعل هوية الشعب فوق المزايدات وأكبر من منطق المعارضة والأغلبية كما ندعو إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وإصلاح الإدارة على مستوى الحكامة ومستوى النجاعة والجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ناهيك عن القطع مع الفساد وتفعيل مؤسسات الحكامة وعلى رأسها مجلس منافسة فهذه الإصلاحات المؤسساتية من شأنها المساهمة في تجويد مناخ الأعمال وتحسين ترتيب بلدنا في العديد من المؤشرات سيد الوزير، سيد رئيس، حضرات سيدة السادة إن المغرب يجب أن يكون بلداً للفرص لا بلداً للانتهازيين كما قال جلالة الملك ومن ثمة فإن المغرب في حاجة اليوم إلى وطنيين غيورين لخدمة بلدهم بوطنية صادقة وبتمتل للقيم التي جُبل عليها المغاربة منذ الأزل بما يتطلبه الأمر من تعبئة عالية وحرص على جعل مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار في الأخير اسمحوا لي حضرات سيدة والسادة أن أصدح درا قولة رجل طبع التاريخ بمواقفه أن له وهو محتم غند الذي قال القوة لا تأتي من المقدرة إنما من الإرادة التي لا تقهر داعنا الجميع في الختام إلى الانتصار للحكمة والتبصر والعمل الجماعي من أجل مغرب آمن ومستقر يتسع للجميع ويؤسس لمستقبل يوفر العيش الكريم لكل أبنائه منتصرنا دوما للوحدة والتماسك تارنميت أيتمد اسمح شكرا على انتباهكم شكرا شكرا لسيد الرئيس شكرا لسيد الرئيس